اشتركوا في القناة على ان يضل الحزب الذي يدافع على المبادئ على الافكار على التصورات كل ايمان بانه امام هذا الانحراف اللي كتعرفه واحد العدد ديال الدوائر امام هذا الطغيان ديال المال بشكل اللي كترسل بن على الديمقراطية نحن نأتي بهذا القوة بهذا المرشحين بهذا المرشحات بهذا المعقول اللي هو شعارنا وبهذا العرادة فاننا نحقق نتائج ايجابية ونعطي هذه الانتلاقة مثل ما تعطيت انطلاقة اليوم في 91 ولا 92 دائرة انتخابية مثل ما تعطيت انطلاقة انتخابية برلمانية مثل ما تعطيت انطلاقة بتقريبا كل الجماعات اللي فيهم لوائح لان هناك تغطية واسعة ديالحزب التقدم الاشتراكية في المغرب كامل من شماله الى جنوبه من شرقه الى غربه بطاقة شابة بنساء واعدات بأطور كفأة برغبة فاننا ندخلوه للمؤسسات المنتخبة الناس اللي قادرين يحملوا التغيير الناس اللي قادرين يحملوا الافكار اللي كان امنوا بها ديال الديمقراطية ديال التقدم الاقتصادي ديال العدالة الاجتماعية والمجالية ديال الانسان في قلبي المسلسل التنموي نعويل كثيرا على سويت ديال المواطنات وديال المواطنين لانه هو اللي غيشكل السلاح الاساسي ديال الحزب ميت الحزب التقدم الاشتراكية باش يهزم هاد المصادر اللي مؤترة سلبا على هدي الانتخابات هو اللي غييمكن هاد السلاح ديالكم رغم الغضب رغم اننا نفهم ان الشبان الشبات غضبين على السياسات السياسيين لعدة اسباب لكن السياسيين والسياسيات فيهم وفيهم وفيهم حزب التقدم الاشتراكية وما يمتله من تقاس وما يمتله من وجوه اللي بحال هكذا موجودين بالألاف في المغرب كامل وان شاء الله سيتمكنون من الفوز بمشاركتكم كمواطنات وبالاعتماد عليكم كوسيل إعلام كوسائل إعلام لأنتم عندكم كذلك دور في البناء الديمقراطي وفي البناء المؤسسة دي وفي التشيد الذي نطمحه إليه ديما معكم بالمعقول اجتزاماتنا قادرين بها الرفقات والرفاق اللي معايا إلى جانبي السكرومي إلى جانبي حسنان إلى جانبي فاطم الزهرة ماء العينين إلى جانبي جياف الدائرة دي العقوب من النصور إلى جانبي شرق إلى جانبي شراء عزدين شرائبي في دائرة حسان بالنسبة للمقطعة زائد دائرة شلة بالنسبة لبرلمان إلى جانبي الشرقوي إلى جانبي الساعد في الجهة وأخريات وآخرين كتر وبالطبع كهين مرشحين ها المرشح دي السلا مدينة الجديدة ها المرشحين دي الفنيترا اللي حاضرين معنا كذلك الجوش جل شبان اللي هو ماسي حمزة عياد اللي مرشح في دائرة سويسي مقطعات سويسي زيزايد بن عبدالله اللي مرشح في الدائرة ديها اليوسفية كلنا طاقات كلنا كفاءات اللي بالطبع بالإضافة إلى المحيط احنا دخلين للمحيط باش ناخدوا مقعد من المقاعد بربعة داخلين باش ندفعوا على أفكارنا مداخلين ضد حد داخلين باش نتنفسوا ديمقراطيا و باش نكونوا حاضرين وسنكون حاضرين وسنكون إن شاء الله من الفائزين بالمقاعد بل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا وفلاشين يوتيوب و بارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الشمائي و ما تنسوش الديروجام و ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم و ملاحظاتكم ترجمة نانسي قنقر